الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النابات على ضوئها وينعم بالدفء كل الورى فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الأفاضل أيها المشاهدات الفضليات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من قسنطينة عروس المدائن وأم الحواضر عبق الحضارة بلد العلماء والأدباء والشهداء والصلحاء نرفع إليكم أسماء تحايا فريق العمل خلال هذا البث المباشر في برنامجكم ضحى القناة آميرين إن شاء الله عز وجل أن تقضوا معنا أفيد الأوقات وأمتعها وأنفعها إنه ولي ذلك والقادر عليه يحتفي العالم اليوم بما يسمى بعيد المرأة المصادف للثامن من مارس من كل سنة عيد المرأة تحتفي به وتحييه الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها كان من الضروري أن تتكيف برامجنا مع هذا العيد ومع هذه المناسبة في هذا الصدد نشرف باستضافة فضيلة الأستاذة الدكتورة سعاد سطحي بصفتها رئيسة للمجلس العلمي بكلية الشريعة والاقتصاد وأستاذة الفقه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ولسان حالنا في الترحيب بها أن لو تعلموا الدار من قد زارها فرحت واستبشرت وباست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل العلم والكرم أستاذ دكتورة سعاد سطحي أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم على إجابة دعوة برنامجنا شكرا بارك الله فيك أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشكر دكتور الفاضل على هذه الدعوة الكريمة وقناة القرآن الكريم هذه القناة الرائدة الهادفة النافعة على هذه الدعوة الكريمة وكذلك أوجه تحية كبيرة لجمهور ولمتتبعي هذه القناة وللأوفياء لهذه القناة وخاصة للمرأة في هذا اليوم بارك الله فيك دكتورة سعاد سطحي حديثنا إن شاء الله عز وجل في ركن ضيفي الظحى والذي شرفتموه وعطرتموه بحضوركم وإجابتكم دعوة البرنامج حديثنا عن الدور الرسالي أو عن الرسالة الحضارية للمرأة المسلمة من خلال حكام الإسلام من خلال كتاب الله عز وجل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنكم فضيلة الدكتورة يعني لكم دراسات وبحوث متعلقة بالمرأة في جوانب عدة رفقة الأستاذ الدكتور نصر سلمان الذي نزف له تحايانا من هذه القناة أستاذ الدكتورة القرآن الكريم حدثنا عن واقع المرأة قبل الإسلام إن في مجتمعات شبه الجزيرة العربية وإن في مجتمعات أخرى فكيف نستقرئ أو ماذا يمكن أن نخلص من حديث القرآن الكريم عن واقع المرأة قبل الإسلام شكرا مبارك الله فيك يعني عندما نرجع للأمم السابقة نجد بأن المرأة كانت مهضومة الحقوق وكانوا ينظر إليها على أساس أنها هي المتسببة في تعاست البشرية لأنها هي التي حثت آدم وحرغت آدم على الأكل من الشجرة وعلى عسيان المولى عز وجل ولذلك فينظر إليها هذه النظرة يعني كانت من قبل ينظر إليها نظرة احتقار ونظرة ازدراع وكانت عند بعض الشعوب نجد بأنها كانت عند البوذيين كانت تحرق مع زوجها بعد وفاته لأنه عندهم بعد الوفاة اللاجثت فإنها تحرق فعندهم أنها لا تستحق الحياة ليس من حقها الحياة بعد وفاة زوجها وعند العرب ما ذكره الإسلام وما ذكره القرآن الكريم بأن المرأة كانت تؤدو يعني عندما تؤلد مباشرة البنت وكانت عندهم منتشرة عادة كره البنات هي خوف العار وخوف الفقر والمولى عز وجل استنكر هذا الفعل وقال وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ما ذنبوها وكذلك المولى عز وجل صور حالة العرب أنذاك وإذا بشر أحدهم بنونث ظل وجههم سودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسته في التراب ألا ساء ما يحكمون يعني المولى عز وجل استنكر هذا الفعل وحرم هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات وكذلك يعني لكي نسترسل أكثر يعني نحاول أن نختصر في هذا المجال كذلك من بين الأمور التي كانت منتشرة حرمان الأنثى يعني حرمان الأنثى من الميراث وكان ينظرون بأن الرجل هو أحق يعني منها كذلك كان الرجل في الجاهلية يتزوج أي عدد من النساء شاء دون قيود ودون شروط والدليل على ذلك أنه لما أسلم غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال له امسك أربعا وفارق سائرهن وكذلك كان الرجل يعني يطلق متى شاء ويعني لم توجد هناك قيود ولم تكن هناك حقوق للمرأة يعني يتزوج بها متى شاء ويطلقها متى شاء فجاء المولع الزوجل ونظم مسائل الأسرة مسائل الزواج ومسائل الطلاق فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ربما أستاذ سنسترسل في بيان هذه الأحكام التي تمثل مظهرا من مظاهر النصفة التي أقرها الإسلام للمرأة المسلمة ويكفي أستاذ الفاضلة أن المرأة قبل الإسلام كانت عند بعض القبائل العربية تدفن حية ولا يستبشر الناس لمطلعها ولا لمولدها وما إلى ذلك وهذا تقرير أو تصوير لوضع المرأة قبل الإسلام إذا جئنا لننظر واقع المرأة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الانحراث في التصور والانحراث في التعامل والزيغ في تقدير هذا المخلوق وإعطائه حقه ومستحقه في الحياة والوجود والمشاركة في الفعل الإنماء وما إلى ذلك نجد له القرآن استنكره على أهل الجاهلية ونجد حتى في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر عديدة لتكريم المرأة بصفتها أماً وبصفتها بنتاً وبصفتها أختاً وحتى بصفتها زوجتها تفضلي دكتور شكراً بارك الله فيك هنا نتكلم عن بداية أريد أن أنوه إلى مظاهر تكريم القرآن الكريم والسنة النبي الشريفة أو الإسلام عامة للمرأة نعم عامة نجد بداية نجد بأنه سوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية نعم فقال المولى عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتخاكم فجعل الميزان التفاضل هو التقوى لا الذكورة وللأنوثة بل الميزان هو تقوى المولى عز وجل هذه أستاذة استسمحك في التعليق عليها أقرها الإسلام منذ ما يربو عن 14 قرن من الزمان ولم تقرها المواثيق الدولية والقوانين الوضعية والمنظمات الحقوقية المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة إلا في سنة 1948 غدت إنشاء هيئة الأمم المتحدة فكان من ميثاق أحد بنود ميثاق الأمم المتحدة يولد الناس حراراً متساوينة في الكرامة والإنسانية بينما ديننا الحنيث أقر هذه المساواة وأسس لقاعدة المساواة بين الجنسين وأن التفاضل إنما يقوم على أساس التقوى والعمل الصالح نعم بالفضل يا دكتور يعني حتى بالنسبة للمساواة حتى في الجزاء الأخراوي نعم يقول المولى عز وجل من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلا نحوها حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن مكان ويعملوا نعم يعني هنا المولى عز وجل يجازي الرجل ويجازي المرأة من يحسن العمل يجازيه فلا تفاضل بين يعني الذكر والأنثى كذلك المولى عز وجل أعطاها الحق في الميراث يصيكم الله في أولادكم للذكر المطلحة من الأنثى يا رمو أن هناك يعني آيات عديدة تتكلم عن الميراث ونجد بأن المولى عز وجل فصل في الميراث أحكام الميراث تفصيلا دقيقا لكي لا يكون هناك نزاع وعلى ذلك يعني على أرض الواقع نجد موجود نزاع ونجد بأن المرأة لها الحق في الميراث سواء كانت بنتا أو زوجة وغير ذلك وقد جمعها صاحب الرحبية في قوله والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيره من الشرع بنت وبنت ابنين وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة هنا بانت يعني قصد من أي الجهات سواء كانت لأب ولا لأم ولا أخت شقيقة ويعني يثار إشكال في هذه المسألة يقال بأن الإسلام هناك من يدعي هناك شبهة على أساس بأن الإسلام أعطى للرجل أكثر من المرأة فلكن رد على هذه الشبهة بأنه ليس في جميع الحالات المرأة يعني نجد بأن الرجل يأخذ أكثر من المرأة نجد أربع حالات فقط يعني يأخذ الرجل أكثر من المرأة لكن هناك أربعين حالة نجد بأن المرأة تأخذ مثل الرجل أو أكثر من الرجل وقد ذكر بهذه المناسبة من أراضي التفصيل ذكر الأستاذ عليمي هوبي هذا السبت في المقال في جريدة النشر يعني فصل في هذه المسألة وذكر جميع الحالات يعني عندما نتكلم عن الموارد نجد بأن هناك حالات كثيرة المرأة تكون مساوية أو تكون أكثر وبالأضافة إلى ذلك بأن الرجل هو مسؤول يعني له مسؤولية الإنفاق ربما أستاذ الفاضيلة سنعود إلى التفصيل في هذا الموضوع قبل ذلك نأخذ معكم أنتم مشاهدين الكرام هذا الروبرتاج لهذه الحاجة التي بلغت من الكبار عتيا ومع هذا لتزال إلى يوم الناس هذا تشارك في الفعل الإنمائي وتشارك بارك الله عز وجل لها في صحتها وتبرز علاقة التعاون علاقة التكامل بين الرجل والمرأة في الحياة فمتابعة مفيدة نرجوها للجميع ونشكر أيضا لأخينا مردين بن عابسة هذا الجهد في تصوير هذا الروبرتاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لم يثنها الكبر ولا تهاطل العمطار عن قطف ثمار الزيتون الحاجة بركاهم غرست خمسة مئة شجرة على مدار السنين الماضية وتعلقت بها إلى حد القدسة نحفر لول كونكا ونحن نجيب الفضر الهندي هادي كديل منيسي نغدو عليها بش نجي المادي ما تحكم الماء ننغد الهندي هادي نغدها نغدها ونغبر عليها ما نشقي ما حت هذا اللي فاش تشوف السجر هذا بكل وعندي فصرة ما نشقيش ولا غير نحط حت الهندي على طهره ونوعي الطراب الهندي هادي كتعطيه الماء وبكري ما كانش الطاحونا بكري نعجنو برجلينة قصك بكري الطاحونا كاينة بكري اللقطوه ونطيبوه وندخلو ليه برجلينة نعجنوه وندي وندارينا بلاصة فيها المابزدف ونحطوه ندي وهنخملوها على دماغينا العين نقولو لها العين ونكاينة جابي وندخلو ليه برجلينة نسوقوه زرعت هادا زرعت هادا كاولئل ها ما ننصيب البلاصة نزرع وكبرت زيتون بمعصرة قرية التافغة التقليدية لتكاد تجد مكانا تضع فيه محصولك الكل ينتظر ومن أراد أن ينصرف فعليه أن يترك اسمه في الطابور الأمانة محفوظة وزيتون معصور بمواصفات الجودة الفلاحين يجيبوا لي الزيتون ينزلوه في الأمن والآمان ينرحي الهم اللي عنده الصوار دي يسلك اللي ما عندهش يحب يدي الزيت لداره ومن بعد يبيع زيته ويسلك اللي حاب يمدلي الزيت ندي الفلاحين يحبوا هادي يتفرج في الزيتون انتاعه يطلع يدور يهبط الهين يتعصر يعدي في الصفية يحب يشوفوا الفلاح حق أصحاب الحاجة محفوظ في مشهد تضامني تؤثره الجمعية الخيرية الفاعلة بالمنطقة فيما يخص الجمعيات المحلية يقوم المواطنون بإخراج العشر من منتوجهم مصداقا لقوله تعالى وأتوا حقه عند حصاده وبالتالي هناك مواطنون المنتوجهم لم يكتمل العشر يقومون بالهدايا والصداقات لمختلف الجمعيات والمنظمات ذات الطبع الخيري على المستوى البلدية أو حتى خارج البلدية ومن ثم هذه الجمعيات وهذه المنظمات تقوم بتوزيع هذا المنتوج وهذا الزيت على الضعفة والمساكين والمحتاجين بقرية التافغة بولاية سكيكدا لا يمكن الاستغناء عن زيت الزيتون في طهي كل الأكلات وخصوصا التقليدية منها موسيقى عويدنا الزيت الزيتون كليش ناكلوه نطيبوه نطيبوه نحيوه اللفط نطيبوه بزيت الزيتون نديرو القرصان نسبكوها بزيت الزيتون لكليش ناكلوه بزيت الزيتون هادي البربوش هادي المغلوط نقولولها الكسكسي متاع المغلوت ماشي نتاع السميدة هدي متاع الشعير نفتلوها ونديرو بها التقليدي هك وهدا فتاة وهدي واحد يقول له البغرير واحد يقول له القرصة واحد يقول له الغرايف هال هدي القرصة وهذا زيت الزيتون وهذا بوسكسف واحد يقول له بوبخة واحد يقول له بوسكسف نحط الزيتها وكبيت الزيت منه وحطيت المغرب جدت شوية عسل وناكلوه الصباح كل نوطن فطروب هادا فطورنا ولكن عدوا صايمين في رمضان اللي يعد ما قادرش يدير هادا يستحر بيس باش يقدر يمشي وما يجوعش وما يعطش هادا هادا هوا كلش هادا ودوانت عنا بكريف طورا ولدو كسقلين ويه هو التقليد المستمر عبر الأزمنة يجعل من معصارة الزيتون قطبا جامعا وصدقا هي الجزائر بلد الخيرات المتضاعفة والبركات المترادفة نسأل الله عز وجل للحج بركاهم أن يطيل في عمرها وأن يمتعها بالصحة والعافية أستاذ سعاد صبحي كنا نتكلم عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة بمختلف مراتبها بمختلف أوضاعها بنتا أما أختا زوجة ومما يجب الإشارة إليه في هذا السياق أن تكريم الإسلام للمرأة ليس تكريما وعظيا ليس تكريما نظريا فقط وإنما تكريم له واقع ملموس من خلال تشريع كنت قد شرعت في تفصيل أحكامه فنرجو إتمامه بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك هنا أشير إلى أن الإسلام كرم المرأة كما ذكرت باعتبارها أما بنتا زوجة أختا ومن مظاهر ذلك بأنه حتى بالنسبة للبر نجد بأنه قدم بر الأم على الأب يعني جاء صاحب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحق الناس بحسن صحابتي فقال له أمك قال ثم من أمك ثم من أمك وفي الأخير قال له أبوك وكذلك نجد بأن الأم يحرم عقوقها خاصة لأن الأم تتعب أكثر خاصة في الحمل في الإرضاع في التربية وتكون دائما حتى بالنسبة لعلاقة الأبناء نجد بأن الأبناء هم يعني علاقة مقاربة من الأم وكذلك برها هو مقدم حتى على الجهاد إذا كان فرض كفاية طبعا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو لكي يستشيره فقال لك أم قال نعم قال ففيها فجاهد وكذلك الجنات تحت أقدام الأمهات وبالنسبة للبنت نجد بأن المولى عز وجل يعني بالإضافة إلى تحريم الوأد البنات أعطى للبنت مكانة واعتبر من يرزق بالبنت هذه البنت هي هبة من المولى عز وجل لله ملك السماوة والأرض يهبوا لما يشاء إناثا ويهبوا لما يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة والإنسان في نفسية عندما هذا الوصف الهبة دائما الإنسان بالنسبة للهبة ينظر إليها على أساس بأنها شيء جميل شيء رائع شيء مفيد وحتى حقيقة بالنسبة للإنسان في حياته نجد بأن الكثير من الأمهات والكثير من الوالدين عند الكبر من يقوم بهما يقوم بهما هذه البنت يعني ربما هي تكون أفيد في الغالب هي أكثر وحنوا على الوالدين أكثر وحنانا وعطفا من الولد كذلك تربية البنات هو سبب لدخول الجنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له ثلاث بنات أو أخوات فعلا وربهم وزوجهم كان له سبب في دخول الجنة قد يستحق بذلك شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم وقيل له يعني اثنتان قال كذلك وقال لو قيل له واحدة يعني قال كذلك يعني قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب يعني بالنسبة للبنت التقرب منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب من يعني سيدة فاطمة رضي الله عنها وكان يقول يعني قطعة من يعني يعني يريبني ما يريبها وكذلك تفقد يعني البنت حتى إذا كانت يعني متزوجة وطبعا زوجتا سوف نفصل في الأحكام حديثكم في الحقيقة ذو شجون وتتفرع عليه مسائل كثيرة قد لا يستوعبها وقت هذا البرنامج أستاذ سعاد سبحي الإسلام يؤسس لعلاقة التكامل بين الرجل والمرأة وينفي أن تقوم هذه العلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة على أساس العداوة كما ينظر لذلك بعض رجال دين من غير المسلمين من المسيحيين أو من اليهود من يحملون المرأة مسؤولية أو خاطئة آدم والحق أن القرآن الكريم قال وعصى آدم وربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا الإسلام أسس لعلاقة التكامل بين الرجل والمرأة من خلال سنن الله عز وجل الكونية ونوامسه الوجودية حيث خلق حوى من آدم وخلق منها زوجها ليسكن إليها وكذلك قال ربنا عز وجل لهم لباس لكم وأنتم لباس لهم النساء شقائق الرجال فعن علاقة التكامل بين الرجل والمرأة في الحياة تفضي يا أستاذ بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة التكامل هي ليست علاقة مساواة ولا علاقة تضاد بين الاثنين المولى عز وجل نجد بأنه في القرآن الكريم وفي سنة النبوة الشريفة نجد بأنه موجود تنظيم دقيق لحياة المرأة عامة وعلاقتها في الأسرة وعلاقتها مع الرجل خاصة طبعا المولى عز وجل بينا بأن كما ذكرتم بأن المرأة خلقت من الرجل من نفس واحدة واعتبر بأن هذه العلاقة هي آية من آيات الله عز وجل من آيات خلق لكم من أفوسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فهذا يقتضي الحماية يقتضي التشاور يقضي التعاون التآذر بين الاثنين وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وبيّنته كذلك الشريعة الإسلامية بأن الحياة الزوجية مبنية بداية على تقسيم الأدوار يعني والنبي صلى الله عليه يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وفي رواية وبعلها فنجد بأن هذه المرأة لها دور رياد ودور رسال خاصة بالنسبة للاعتناب الأبناء اعتناب أجيال المستقبل فهذا يعني يعتبر دور كبير ولا يعتبر بأنه دور هيا مثل ما يعني يستصغره البعض ورغم ذلك لابد أن يكون هناك تعاون وتكامل بين الرجل المرأة في تربية الأبناء أستاذه في ما يتعلق بالدور الرسالي للمرأة المسلمة الحقيقة أن المرأة المسلمة أعظم ما يشرفها ويعلي مقامها ويرفع درجتها في الدنيا والآخرة قيامها بهذا الواجب المتعلق بصناعة الإنسان صناعة الإنسان فالمرأة في المجتمع هي نصف المجتمع وهي مربية النصف الآخر وبهذا صارت مجتمعا المجتمع كله مسؤولية التربية والتأذيب والتقويم والتهذيب هي أعظم مسؤولية تولاها بشر على وجه البسيطة وليست شيئا هينا المرأة مهيئة بمقتضى فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها وكذلك بمقتضى ما تأهلت له هي بنفسها لأداء هذا الواجب شكرا بارك الله فيك كذلك أضيف في هذه مسألة التكامل حتى ولو كان هناك تقاسم للأدوار بين الرجل والمرأة ولكن موجود هناك تعاون وتكامل بينهما حتى ولو أن الرجل شرعا هو مطالب بالنفقة لكن في آن واحد نجد بأنه إذا كان محتاج إذا كان في بعض الأحيان وتكون عندها هي أموال فلا يوجد هناك أنها تساعد هذا الزوج في إطار التعاون في إطار المودة والرحمة بين الأثنين ومورد في ذلك أن السيدة زينب ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عبد الله بن بسعوب ذهبت لي النبي صلى الله عليه وسلم على بابه فخرج إليها بلال فقال له أسأله هل يعني جوز لي أن أتصدق على زوجي وعيالي في حجري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم و يعني لم يبيلها بأنه يجوز ذلك فقط بل قال لها ولك أجر الصدقة وأجر القرابة في آن واحد يعني تنال الأجر مضاعف كذلك حتى بالنسبة للرجل نجهد بأنه يساعد زوجته في أعمال بيت حتى بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت سيدة عائشة ماذا كان يعمل نبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يخيط ثوبة كان يعني يحلب شتا كان يكن فكان يقوم بأعمال البيت في إطار التعاون فيعني هنا العلاقة هي ليست علاقة وهذه المؤسسة تعتبر يعني الأصصة تعتبر مؤسسة نعتبرها مؤسسة وأي مؤسسة ناجحة لا بد أن يكون هناك تقاسم للأدوار ولا بد أن يكون هناك تكامل وتعاون بين الجميع ولا بد كذلك أن يكون هناك تشاور وما ورد في ذلك أن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شاور أم سلمة في صلح الحوديبية يعني الرجل لا يستبد بل لا بد في مختلف الشؤون التي تتعلق بالأسرة أن يشتشير هذه الزوجة وكذلك هي تستشيره فيظهر هذا التكامل كذلك في المشاركة حتى في الأعمال بينهما المشاركة بينهما أضيف فقط دكتور هذه الملاحظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة فمرة سبقته ومرة سبقها فهنا يعني على أساس بأن ممكن المشاركة حتى في الأعمال الرياضية أعمال معين أعمال خيرية كان جمعية خيرية في المرأة وزوجها المرأة والرجل أستاذ أستاذ التكامل كما أسلفت الذكر يعني هو تقتضيه الفطرة الإنسانية كما تقتضيه سنن الله عز وجل الكونية وسنن الله عز وجل الشرعية وكنا منذ قليل نشوف هذا البورتري للحج بركاهم كيف أنها وغيرها كثير ممن يعني يساعدون الأزواج في الأعمال حتى في الأعمال الشاقة يعني ففي هذا السياق في معرضي حديثنا عن الدور الرسالي للمرأة المسلمة وعن علاقة التكامل بين الرجل والمرأة في بأث النهضة في بناء الحضارة في صناعة مجد الإنسانية نتابع هذا البورتري الذي أعده زميلنا وحبيبنا الأخونا الكريم أويابا عن باحثتين في قسنطينة إسهاما كبيرا جدا في معهدي أو مخبر البيوت تكنولوجيا الذي يبرز بجلاء المستوى الذي بلغته المرأة المسلمة في صناعة الفعل الإنماء في المجتمع فمتابعة مفيدة نرجوها للجميع من حرائر الجزائر ولدنا بقسنطينة وتتلمذنا على أياد مربيات ومربيين الصالحين وصالحات في مختلف الأطوار التعليمية رافعات للتحدي صامدات رفقة أخواتهن وأخوانهم من أساتذة وباحثين ومهندسين أشرفنا على العديد من البحوث والتحاليل المخبرية لا يعيقهن عائق ولا ليل ولا نهار بشعار نحن هنا قلت في ابتداء باستور طلعنا سيهم الخلدونية توجو غرزان تقترب بقنطن جست أبري ليس الحرية جديد من 2005 بقالرية مرحبا لهودا مرحبا بكم عندنا قرأت في الإيكول بخيمار أسمان ومبعد في السيوام الخديجة في الكوديا ومبعد في الليسي الحرية في الكوديا وفي جامعة منتوري في كلية علوم الطبيعة والحياة اشتركوا في القناة ميكروبيولوجيا والحبراطور على زراعة الخلايا وعندنا تاني نشاركوا في تتمين نتائج البحث وكين تاني نباتي حليناها كغير التي هي سأطير الستاجيار بش نعونوهم كالكوديا ـ صورة شراء بالمسطرون دي دوكتورون نعونوهم بش يديروا الوحيات البحث سحن على ارخي نباتي نعونوهم بشهادات زملاء وزميلات من دكاترة وباحثين الأنسة بوني الشهيبة شهدت حق أنها إنسانة نشيطة يعني كما نقول عندها الاسبريديكيب تعمل مع الجماعة دايما تعمل حيوية سنة رايعة ناجحة في العمل تحها مواضبة بشوشة من حيث العمل اللي تقوم بيه هو عمل كبير تساعد في عدة نشاطات تعلب حثنا في السياق بيتي ونتمنى لها كل التوفيق والمزيد من التعلق إن شاء الله هي من العناصر اللي الواجب كي حتم عليها الواجب ولا طلبها الواجب على 8 تعليل جات على الساعتين تعليل جات على 10 تعليل كانت هنا بالجمعة كانت هنا خدمت في يعني خدمت كما نقوله 24 ساعة على 24 ساعة وخاصة أنا نهضر لك في هذه المحنة اللي جزناها تعالكوفيد مرحلة كوفيد فوتها أطان كمساهمة في الدبستاج لكوفيد 19 هنا يا تلطان قريبوا لنا ساكنين في السنطر لبغطوها كثر من الداب هي با كانت من الأوائل التي وضعت أيديها على هذا الفيروس وتعمل بشكل يعني أقولها بكل فخر واعتزاز لهذا المركز بشكل رحيم يعني بدقة وبسرعة وبكل سفاني أعمل في مركز البحث في البيوتكنولوجيا منذ 12 سنة الجو ملائم لأعمال البحث الفريق البحث تعمل على تشخيص ومكافحة الأمراض النباتية الناجمة عن الفطريات ونعمل على إنتاج على تطوير مبيد بيولوجي فطري حيوي وقد صدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة كيف لا وهن حرائر بنات حرائر أمهات هن كافحن بالأمس فهن اليوم يواصلن الرسالة فابنة مسعودة ووفيقة يواصلن الكفاح من أجل جزائر العلمي والتقدم كلمة مهندس تتطابق مع كفاءات وديناميكية وعفوية هبا وهدى بو الحبال لأن عمل المهندس هو مرافقة الباحث والاهتمام بمشاريع البحث والمثابرة في العمل نتمنى أن نكون نصر فعالة نتفتخر به بلادي أنه نبقى دائما نخدمه في البلايس بخيد ديكيب بعد بها نزيد ونطوره أكثر لميدان البحث العلمي حقا وصدقا بمثل هؤلاء النسوة اللواتي صنعنا المجدة ويشاركنا في الفعل الإنمائي ويبعثنا نهضة البلاد ويشيدنا حضارتها تفخر الجزائر والحق الذي ينبغي أن يقال في هذا السياق مشاهدنا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتورة سعاد سطحي أن المرأة في هذا العصر أصبح لها إسهام كبير في صناعة الحضارة وفي الارتقاء بالإنسان والمجتمع فلم يعد أي مجال من المجالات حكرا على الرجال دون النساء بل غزت النساء بالكفاءة والخبرة والإخلاص كل ما يدين البحث والحياة والعمل وما إلى ذلك عن الدور الرسالي وإسقاط هذا الدور على الواقع فضيلة الأستاذة شكرا بارك الله فيك أريد أن أجمع بين القديم والحديث نجد بأن هناك الكثير من النساء صنعنا علماء بالنسبة للفقهاء خاصة بالنسبة للإمام مالك الإمام مالك ربته أمه وحثته على طلب العلم وكانت تلبسه وتعممه وترسله وتقول له اذهب إلى ربيعة وخذ من خلقه قبل علمه كذلك بالنسبة للإمام الشافعي الإمام الشافعي كذلك تربى يتيما توصي أمه بعد سنتين من ولادته كذلك بالنسبة للإمام أحمد وكانت كل واحدة من الأمهات تحط ابنها على طلب العلم وبالتالي هؤلاء العلماء كانوا نتاج نساء كانوا نتاج إمرأة ربت وصحرت وحثت في هذا السياح أستاذة أذكره أحد الأمهات قالت إذا كان الرجال يصنعنا الحياة فإن النساء يصنعنا الرجال نعم إذا كانت الحياة يصنعها رجل فإن هذا الرجل المرأة هي من تصنعه كذلك نجد عندما نرجع إلى حتى بالنسبة للمؤسسات التعليمية لجامعة القراوين بفاس بنتها إمرأة هي فاطمة الفهرية وتعتبر هذه الجامعة هي أول جامعة في العالم كذلك بالنسبة لفاطمة بنت الخديوي إسماعيل هي سهمت في بناء جامعة القاهرة وكذلك حتى بالنسبة لأنه عندما نظر إلى إنجازات المرأة يعني هذا العام في مجال حفظ القرآن وإسهمها حتى في الكفاح المسلح أستاذ حتى في ثورات التحريرية كان للمرأة الجزائرية دور بارز لا يكاد يخفى وعندنا مجاهدات وشهدات في سجل التفحيات الوطنية يعني حتى بالنسبة المؤخرا فقط بالنسبة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن وتجويله نالته نالته فتاة وهي زيند بن يوسف وفي هذا الصدد كذلك أريد أن أذكر العالمة حليمة بن بوزة مديرة الدراسات بالمجلس الوطني البحث العلمي والتقنيات نالت شهادة الدكتورة من بلجيكا وهي أبن بنت مدينة بيتنا ولها عدة إنجازات وعدة تكريمات سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن وتم تعيينها في سنة 2010 كانت مديرة المركز الوطني للبحث في بيوتكنولوجيا هنا في مدينة قسنطينا وفي عام 2016 كرمت تم اختيارها من قبل منتدى إنشتاين القادم في العاصمة السينغالية داكار من بين أفضل ست باحثات ساهمنا في دفع عجلة العلوم في القرى الإفريقية في سنة 2017 تم تكريمها من المنتدى العالمي للعلوم في الأردن وتم تكريمها حتى من وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قامت بمبادرات خاصة في مجال بيوتكنولوجيا لا نستطيع أن نحصي جميع هذا الإبداع هذا لكفرته المرأة أسهمت ولا شك في نهضة الأمة وفي صناعة حضارتها إذا جئنا للحديث عن واقع المرأة أستاذا والحديث سوقنا إلى هذا نحن نعيش في هذا العصر عصر السماوات المفتوحة عصر لم يعد معه للحدود الجغرافية والإقليمية للدول والمجتمعات معنا عصر أصبحت الحصانة العقدية والفكرية للمجتمعات مستهدفة مخترقة بفعل وسائل التواصل الحديثة المرأة المسلمة تنطلق من قيمة تنطلق من ثوابت تنطلق من قواعد وضوابط شرعية تنطلق من رسالة لكن كثيرة هذه الأمور هذا العصر وهي محكومة بنظرية المادة وكثيرة هي وسائل الإعلام التي ترتكز وتتأسس على فلسفة الإلحاد فكيف تتكيف المرأة المسلمة وتعيش بدينها وتصنع حضارتها ومجدها وما إلى ذلك في هذا العصر أستاذ الكريم شكرا مبارك الله فيك خاصة نحن الآن في عصر العلماء نعم يعني مونجياليزازيان يعني نجد بأن الآن خاصة بالنسبة للطيارات الخارجية محاولة صلخ الأمثة من أموتها محاولة تدمير هذه الأسرة ونجد يعني خاصة خلال وسائل التواصل الاجتماع المختلفة استغلال هذه الوسائل وأصبح الآن يعني العالم عبارة عن قرية واحدة ممكن إيصال الأفكار يعني حتى في البيت المرأة في بيتها ويصنن هذه الأفكار سياسة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وطبعا هم استغلوا عدة منافذ يعني خاصة في حالات يعني كان في بعض الأحيان هناك مجتمعات تكون المرأة جاهلة بحقوقها جاهلة بدينها كذلك يعني من باب هي الصبغة الخارجية هي إعطاء المرأة حقوقها ومطالبة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة ونجد بأن على أرض الواقع موجودة الآن اتفاقيات دولية هذه الاتفاقيات الدولية تحاول أن تسيطر تضع نظام للمرأة ويجبار مختلف الدول على التوقيع على هذه الاتفاقيات خاصة بالنسبة يعني أهم اتفاقية هي اتفاقيات القضاء على جميع أشكال تمييز ضد المرأة اتفاقية سداو وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 وتصف على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء وهي صادقت عليها الجزائر سنة 1981 يعني هي صدقة عليها هي صدقة عليها لكن بالنسبة للجزائر توقيع عليها سنة 1996 بالنسبة لهذه الاتفاقية من خلال اسمها هي بالنسبة للإنجليزية هي بالنسبة للإنجليزية بالنسبة للإنجليزية من خلال من خلال الخلال بين الزمان يعني القضاء على جميع أشكال تميز ضد المرأة وبتالي فهي هذه الاتفاقية فيها ذيباجة وفيها 30 مادة وقسمت إلى 6 أجزاء ولكن المبادئ التي تقوم عليها هذه التفاقية عندنا مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة بالنسبة للجزائر عندما أبرمت هذه الاتفاقية هي تحفظت على بعض البنود خاصة بعض البنود التي تكون فيها مخالفة لقانون أسراء الجزائري هي كانت تحفظ أكثر على المادة 16 المادة 16 هذه المادة 16 هي التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة عند إنشاء العلاقة الزوجية وأثناءها وعند إنحلال هذه العلاقة وبتالي فهناك أمور فيها مصادمة لإحكام الشريعة الإسلامية مصادمة لقانون الأسراء الجزائري خاصة بالنسبة لقانون الأسراء الجزائري في المادة 222 منه ينص على أنه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك الجزائر لما صادقت على سنة 1996 نجد في سنة 2005 قامت بتعديل قانون الأسراء الجزائري طبعا لما كان فيه تعديل لقانون الأسراء الجزائري هذا التعديل نجد بأنه عدل في مواد أضاف مواد ألغى مواد وهي شيء الإيجابي فيه أنه أضاف بعض المواد التي لها علاقة بالتطورات العلمية الحديثة مثل الفحص الطبي قبل الزواج مثل التلقيح الإصطناعي أستاذ سعاد سطحي الكلام معكم شيء ووقت البرنامج ضيق كرسالة توجهها الأستاذ الدكتورة سعاد سطحي باحثة وشرفت على عدة بحوث ورسائل جامعية رئيسة مجلس العلمي لكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للمرأة المسلمة في هذا العصر عصر الانفتاح الإعلامي عصر علمة فكر واحد ونمذجت جميع بني الإنسان على قالب واحد لا يمتوا للدين بصلة ما هي رسالتك للمرأة المسلمة في هذا العصر هي رسالة للمرأة المسلمة في هذا العصر أنها تكون قوية لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وتكون عندها شخصيتها المستقلة شخصيتها المستقلة تعتز بدينها تعتز بطربيتها تعتز بأخلاقها بلغتها تعتز بشخصيتها بانتماءها لدولة عربية دولة مسلمة وبتالي فدائما تتحكم نجد بأنها تحتكم للشريعة الإسلامية والأحكام الشريعة الإسلامية ولا تنساق لهذه الطيارات التي تريد هدم أنوتتها هدم أممتها هدم أسرتها في آن واحد بمعنى أنك تحذرين من بعض الزوابع الإعلامية التي تثار من جهات معينة تنادي بحقوق المرأة ولكنها في الغالب تأتي بآثار عكسية تهدم البناء الأسري ولا تؤسس له على ضوء لا على ضوء قواعد المنطق ولا على ضوء قواعد شرع لأنهما لما يقولون بأن المرأة مظلومة في مسألة كذا فنقول لهم بأن المولى عز وجل هو الذي وضع هذا شريع الإله شريع الإله فهو بعيد عن الظلم المولى عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكذلك السعادة الحقيقية هي في الانتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المولى عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنصى أستاذ دكتورة سعاد سطحي رئيس المجلس العلمي لكلية الشريعة والاقتصاد أستاذة الفقه بجامعة الأمير عبد القادر شكر الله عز وجل لك إجابة دعوة البرنامج والمساهمة في إثراء هذا البرنامج وتحيتنا موصولة لأستاذنا أيضا الدكتور نصر سلمان على جهوده في خدمة العلم والمعرفة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق إلى ذلكم الحين نترككم أنتم مشاهدين الكرام مع هذا الإنشاد الديني للمنشد المتألق الأستاذ عبد الرحمن بحبيلة قد كفاني علم ربه قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدوا لي بافتقاري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وابما قد حل قلبه من هموم واشتغالي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وابما قد حل قلبه من هموم واشتغالي وابما قلبه من هموم واشتغالي وابما قلبه من هموم واشتغالي وابما قلبه منه واء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمرأة تعيش عيدها او يومها العالمي وبرنامجنا متكيف مع هذا الواقع مع هذه المناسبة في هذا السياق اصعد باستضافة الاستاذتين الكريمتين الاستاذة مريم لعور بصفتها استاذة بمدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات بقسنطينا اهلا وسهلا ومرحبا بك اهلا بك استاذ شكرا كذلك الاستاذة نازيها دهيلي بصفتها معلمة للقرآن الكريم بجمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم والمحافظة عليه بقسنطينا اهلا وسهلا بك استاذ الحديثنا ان شاء الله سبحانه وتعالى معكم ما يحكون عن القرآن الكريم وعن أثر القرآن الكريم في حياة المرأة المسلمة كيف ارتقى القرآن الكريم بالمرأة المسلمة عن جمعية النور هذه الجمعية التي اشتق لها من اسمها نصيب وهي اسم على مسمى كيف اعتنت بالمرأة المسلمة واسهمت في الرقي بالمرأة من خلال تحفيظها لكلام الله عز وجل وتعليمها احكم دينها والارتقاء بها بعد تنوير العقل وترشيد السلوك وما إلى ذلك معك أستاذ مريم لعور أبدأ هذا الحديث القرآن الكريم هو أحسن كتب الله عز وجل نظاما وأفصحها بيانا وأبيانها حلالا وحراما له في حياة المسلم أثر عظيم جدا سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة حدث القرآن الكريم عن المرأة عن الواقع الذي كانت عليه المرأة وعما ينبغي أن تكون عليه المرأة في ظل دستور القرآن الكريم كسؤال أول حديث القرآن الكريم عن المرأة قديما وكيف ينبغي أن تكون هذه النقلة النوعية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين نشكركم أولا على هذه الاستضافة ونسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لها وأن نكون مثالا ليحتذا به إن شاء الله في المجال التعليم القرآني المرأة كما ذكرت أستاذ أن لها مكانة عظيمة وتجسدت هذه المكانة في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب آخر الكتب ألا وهو الكتاب الذي جمع كل الشرائع السابقة وكأنه لا نقول مثلا التوراة أو الإنجيل فيها زيادة أو نقصان النقصان ربما يكون ولكن القرآن الكريم كان شاملا لجميع الشرائع السماوية السابقة وكان للمرأة نصيب في كتاب الله عز وجل وقد من الناحية الإحصائية فقد ورد ذكر المرأة في عشر سور من القرآن الكريم وهناك سورتين سمية سورة النساء الكبرى وهي سورة النساء وصورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق هذه السورتين جاءت خصيصا وإجمالا كل موضوع الصورة من بدايتها إلى منتهاها حديثها عن مسائل المسائل التي تخص المرأة وباقي السور الأخرى جاء حديث الحديث فيها عن المرأة يعني عن طريق إشارات عن طريق إشارات نعم القرآن الكريم يعني جاء لرفع مكانة المرأة ورفعها عن الصورة التي كانت عليها في الجاهلية وحتى يعني أن هناك البعض من يعتقد أن المرأة هي أقل من الرجل وهذا يعني مكان سائدا في الجاهلية يعني تمثل ذلك في وعد البنات كما قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِلُونْثَ ظَلَّ وجهُهُمْ سُودًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به أَيُمْسِقُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابُ أَلَسَأَ مَا يَحْكُمُونَ نعم وجاء الإسلام وأزال هذه العادة الجاهلية أزال هذه العادة الجاهلية ونعلم أن القرآن الكريم هو مصدر من المصادر التشريعية وتاليه في الرطبة السنة النبوية الشريفة فنجد أن السنة بيّنت هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر عدة أحاديث عدة أحاديث تدل على فضل من اعتنى بتربية البنات ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عالى ثلاثة بنات وفي رواية ثلاثة أخوات وأحسن إليهن يعني في معنى الحديث أحسن رعايتهن وتربية هن حتى يبنى وفي رواية حتى يبلغن أو حتى يمتنى كنت أنا وهو كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى يعني فأحظم بها من كرامة أنه يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا بالنسبة كذلك للمسألة الميراث أن المرأة كانت في القديم كانت لا ترث كان نصيب الميراثي موجه فقط للرجل وفي بعض الأحيان كانت هي تعتبر متاعا بمعنى أنها في حد ذاتها تورث أستاذ مريم لعور مما لا شك فيه أن القرآن الكريم نقل المرأة من واقع إلى واقع نقلة نوعية وارتقى بها إلى المستوى الذي تتأهل به لبعث النهضة أو لبناء الحضارة أو للارتقاء بالفرد والمجتمع إلى ما يحقق مقصود الشارع وربما لا يسعنا الوقت لأن تتبع كل مظاهر تكريم المرأة المسلمة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن من مظاهر أو من أساليب القرآن الكريم في الرقي بالمرأة المسلمة أنه صرف العلم إلى عقل هذه المرأة فقوم العقل وصحح التصور عن قضايا الكوني والوجودي والحياتي وما إلى ذلك لأن أساس الإنعتاق أساس صناعة المجد وبناء الحضارة وذلك التنوير الذي يصرفه القرآن إلى عقلي المرأة فيتحرر من الخرافات من الأساطير ينبهها على وعيها وعلى دورها الرسالة تفضلي أستاذ نعم كما ذكرت الأستاذ أنه لا يمكن الاستطراض في كل ما ذكر عن المرأة في القرآن الكريم وإنما يتجسد كذلك هذا الرقي هذا الرقي وهذا السمو بمكانتها أن الإسلام إعتنى وكرم المرأة في شتى صورها كرمها كونها أماً كونها بنتاً كونها أختاً في جميع النواحي وفي كل صورة هناك آية تدل عليها لماذا؟ لأن المرأة صانعت هذا الجيل والمرأة كما يقال أنه إذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله ونجد أنه في قوله سبحانه وتعالى ووصينا لإنسان بوالديه حسنة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر هذا التفصيل لا يخفى على عاقل ولو لم يكن مسليماً أن الدين الإسلامي لا يناقض الفطرة لا يناقض المنطق بل إن هذا الأمر ثابت من الناحية العلمية والبيولوجية أستاذ مريم العور دعيني أقول لك بأن الإسلام بعقائده وشرائعه وقيمه وأخلاقه جاء ديناً للرجال والنساء على حد سواء تعلمه الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمته الصحابيات الكريمات على يد النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في السنة أنهن جئن اشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال قد ذهبن بكل وقته وبكل علمه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوماً يعلمهن ويرشدهن ويعظهن ويفقهن وقد كان أمهات المؤمنين ومنهم عائشة رضي الله عنها من كبار فقهاء الصحابة الإسلام حرر عقل المرأة من عقدة النقص التي كانت تعيشها في الجاهلية وخاطبها بأنها صانعة الفعل الحضاري في المجتمع إذا تعلمت وتفقهت وارتقت بمستواها الذي يؤهلها لمشاركة الرجل الفعل الإنمائي في المجتمع لذلك فتعليم المرأة هو الأساس الذي نرتكز عليه في أداء المرأة لدورها الرسالي في المجتمع أستاذ نزيها دهيلي بصفتك معلمة للقرآن الكريم بجمعية النور هذه الجمعية المباركة التي تأسست على تقوى من الله عز وجل ورضوان وأسسها علماء منهم شيخ محمد صالح نيفا رحمه الله تعالى غدات كان هنا يدرس في الجزائر وكثير من الأساتذة والفضلاء ولا يزال عطاؤها مستمرا ونورها مشعا في قسنطينا أولت عناية خاصة للمرأة المسلمة في تحفيظها للقرآن الكريم وفي تعليمها ما يتعلق بهذا القرآن من علوم في ترشيدها لسلوك المرأة المسلمة لأننا نحفظ القرآن لذات القرآن نحفظ القرآن لنتمثل أحكامه ومعانيه وقيمه في أسرنا في مجتمعاتنا في علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية وما إلى ذلك عن هذه الجمعية المباركة من حيث نشأتها وأهدافها وغاياتها وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا صباحكم معطر بذكر الله سبحانه وتعالى شرف لنا أن نجلس بائنا إيديكم أستاذ الكريم فشكرا لكم ألف شكر إن تكلمنا عن جمعية النور للمحافظة على القرآن الكريم فنحن نقول هي تلك الأسرة التي نعيش في كنفها سنين طويلة هي تلك السفينة الآمنة التي شقت بنا عباب البحر لنعيش آمنين كيف وقد قوموا ألسنتنا بحفظ كتاب الله عز وجل فتجويد القرآن عندما نقول التجويد فإننا عندما نتكلم عن المد فكأنما يخرج الهم من الصدر وإن تكلمنا يا أستاذ الكريم عن الإقلاب مثلا أو شيء فكأنما نقلب نون الحزن إلى ميم الرحمة هذه الجمعية التي كانت مجرد حلم لشباب جزائريين أبوا إلا أن تكون قاعدة متينة لهذا المجتمع منذ سنة 1966 إلى يومنا الحاضر كما قلنا تعاقب عليها أعلام من أبناء الجزائر وحمد الصالح نيفر لم يكن شيئا عاديا بل كان بطلا من تونس ولكن كانت له يدا بيضاء في تأسيس هذه الجمعية تعاقب عليها الكثير من المشايخ أخرون الشيخ أبو جمعة جعلاب يا سيدي عندما نتكلم عن أستاذنا الدكتور أبو جمعة جعلاب فرحمة الله عليه كان أبا كان موجها وعندما نتكلم عندما رحل فترك بصمة في عقولنا وفي أجسادنا وعندما نتكلم عن أستاذ وأبي محمد الخضر بن دالي حسين ما حبسه عننا إلا المرض ولكنه أبا عظيما موجها ما كان له الفضل علينا في تقويم ألسنتنا باللغة العربية باللغة العربية أستاذك أهداف لهذه الجمعية أهداف الجمعية هي تحفيظ القرآن الكريم هي رسالة سامية للمرأة المسلمة هي أنك تعيشين للقرآن الكريم فإن أقبلت على القرآن الكريم فسيعطيك بيتا آمنا ويصلح أبنائك ويجعلك تعيشين في كنف أسرة طيبة أساسها القرآن الكريم يعني الإنسان يؤسس بيته على تقوى من الله سبحانه وتعالى وهذا يكفي أستاذة نزيها الهيلي كأن المؤسسين لهذه الجمعية رأوا أن نهضة الأمة وحضارتها وسعادتها ورقيها وازدهارها هو رهن استمساكها بكتاب الله سبحانه وتعالى وتمثل جميع معانيه في الحياة وإقامة حدوده كإقامة حروفه لتنعاتق هذه الأمة من تخلفها من ركودها من جمودها عن أثر القرآن الكريم في تربية المرأة المسلمة والرقي بها حتى في اهتماماتها نتابع هذا الروبرتاج الذي صوره لنا زميلنا وأخونا كريم أويابا عن جمعية النور ودورها في الإشعاع الحضاري وفي الرقي الحضاري بالمرأة المسلمة جمعية النور لمحافظة على القرآن الكريم بقسنطينة مشروع بناء أمة يحتاج لبناء الفرد أولاً وعلى أسس متينة راسخة بدأت مسيرتها بفكرة تحولت إلى حقيقة ميدانية تعتني بالفرد المسلم بطاقة هويته القرآن الكريم منهجاً وسلوكاً وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء كل رجل عظيمين مرأة وفعلاً يتكون في الخير إن شاء الله ولكن المرأة القائدة هي التي تدير المجتمع في الحقيقة هي التي تمشي إذا كانت المرأة مليحة فيها كل هذه الأمور سيكون مجتمع صالح رسالتنا نبيلة فنحن في جمعية النور ومنذ تأسيسها في 66-900 ألف نعطي أهمية للجانب الأخلاقي والمعرفي في طربية المرأة الأم مدرسة إذا عددتها شعباً طيباً عراقي في هذه المدرسة يوجد ما لا يوجد في غيرها وهو الإحتواء الإحتواء من طرف الإداريات ومن طرف الأستاذات فالحمد لله واجزاهن الله وعنا كل خير هذا الإحتواء يكون في كيفية تلقي القرآن وكيفية إبلاغه للناس ليس فقط تلقي القرآن بأي صورة كانت بل تلقي القرآن بإتقان إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً هم نقلوا لنا إحساس أن هذا القول ثقيل بحق ثقيل وأن هذا القرآن لا يؤتى إلا بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وللجمعية مشاريع وآفاق مستقبلية لزيادة عدد حفاظ كتاب الله من طلبة وطالبات وإيجاد الوسائل الكفيلة لحسن الترقية العلمية في التعليم القرآني من أجهزة كافية ومن تكوين فعال لأساتذتنا لفائدة طلبتنا في مجال علوم القرآني وأحكامه جمعية النور تقدم يعني ما شاء الله مدرسات قمة في الشريعة سواء في القرآن في الحفظ في الأحكام يعني الله يبارك يعني في متناول كل أم في متناول كل بنت يعني تربية أخلاقية من القرآن من اتبع القرآن تربع فعيد كنا مبارك وأيام كنا تتبارك وستتبارك أيام كنا بإذن الله لأنكم أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته يشعوا ضياؤهم وينتشروا نورهم ويستمروا عطاؤهم فهم للأمة في كل وقت وحين ضياء للصدور وتيسير للأمور الأستاذة مريم لعور القرآن الكريم ارتقى بالمرأة في شتة جوانب الحياة فبعد أن كانت في الوجود كما مهملا وصفرا على الشمال ولا ينظر إليها إلا أنها من متاع الدنيا ليس أكثر ارتقى القرآن الكريم باهتماماتها وصيرها بآياته المباركة خلقا آخر لها اهتمامات دنيوية واهتمامات أخروية أعلى همتها في طلب المعالي المختلفة العبادة من المعالي والعلم من المعالي والتربية من المعالي كيف ارتقى القرآن الكريم بهمة المرأة المسلمة وباهتماماتها نعم كما ذكرت أستاذنا أن القرآن الكريم رفع المرأة وارتقى بها من حضيض الغبراء إلى ذر العلياء وتجسد ذلك في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض هنا كذلك الذكر والأنثى وقال بعضكم من بعض وقال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فتجسد في الآية الأولى كما ذكرت المساواة بين المرأة والرجل في الإنسانية فلا فضل الذكر على الأنثى فكلاهما إنسان وكلاهما محترم الجانب وكلاهما محترم الجانب وفي الآية الأخيرة سابقة الذكر أنه ساوى بينهما كذلك في التكاليف فلا يحمل فلا يتشرف الرجل ولا يزداد رفعة بعمل يعني يحط المرأة دونه يحط المرأة دونه بحيث أنه قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض ومعنى أولياء أن الولاية تحتاج إلى الشجاعة وتحتاج إلى الجرأة وتحتاج إلى النجدة وهذا يعني خاصة في لم يكن موجود في العصور المتقدمة وحتى أنه في واقعنا الحالي واقعنا الحالي هناك يعني من يجعل المرأة يرمز لها إلا أنها رمز للحياء ويقال أن الحياء بمعنى أنها تختفي وتتستر هو أكيد أنها تتستر ولكن هذا لا يمنع من أن تمارس حياتها اليومية أن تكون ولية ولية بمعنى أنها تساند الرجل وكما في تتمة الآية يأمرون بالمعروف هنا جاءت بإجمال الرجل والمرأة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا يعني في الناحية العملية ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني متعد إلى غيره يعني لا نقول غير محصور للإنسان في ذاته أو في محيط أسرته فقط بل إن أنه يتعد إلى مجتمعه وأمته وحتى أنه في التعامل مع المجتمعات الأخرى أستاذ مريم داني أقول لك أن المرأة المسلمة الآن حقيقة فهمت رسالتها ودورها الرسالي أو رسالتها الحضارية التي أرادها لها أو سطرها لها كتاب الله سبحانه وتعالى فليست تعيش لإشباع رغابات معينة حياتية وإنما تعيش الآن لصناعة مجد لبناء حضارة لرقي لمعاني كثيرة وتشارك المجتمع انطلاقا من الاتمار بأمر الله سبحانه وتعالى في فعله الإنماء بما في ذلك الإنماء العقلي والفكري والأدبي والتربوي والصناعي والمهني وما إلى ذلك فهي تنقل هذه الأخلاق من المدرسة إلى تلك الفضاءات الأخرى أستاذ نزيها دهيلي إذا جئنا نسقط كلام الأستاذ مريم على الواقع من خلال جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم كيف اهتمت جمعية النور بالمرأة المسلمة أي ما هي مظاهر العناية والرعاية التي أولتها جمعية النور كسائر الجمعيات الأخرى ربما للمرأة المسلمة تحديدا تثقيفا توعية تصحيحا للسلوك ترشيدا للمنهج وما إلى ذلك شكرا أستاذ الكريم من عندي يا ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائما تبياني لك في صدور المسلمين رحابة ولك الفهود تموج بالأزمان يا حد من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة جاءت إلى الجمعية من كل فج عميق تصور أستاذ الكريم أنه من طالبة الجامعة الأمير عبدالقادر من جنوب الجزائر من بشار وغيرها يأتون إلى جمعية النور المحافظة على القرآن الكريم حبر مدارسها الخمسة مدرسة الشنتلي مدرسة أبي بكر الصديق وعمب الخطاب رضي الله عنهما ومدرسة الوحدة ومدرسة بالحداد الخاصة بالذكور فكيف تعنى الجمعية؟ يعني حقيقة عشنا في كنفها نعطيك صورة البنت المدللة استقبالا وحفاوة وتوجيها فبمجرد الدخول إلى تلك الجمعية نحس أننا نعيش في أسرة متكاملة هذه الجمعية خلتنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى وإن كنا إطارات في أماكن متعددة ولكن كيفها بعقل وجسم يحمل القرآن في طياته فنحن نطلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فنحن نعيش سعادة القرآن سعادة القرآن توجيها من مشايخنا فكيف لو هذه الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج منها دفعات عديدة فكان منهن منهن الآن يعني هما معلمات القرآن الكريم ومنهن الإطارات ومنهن المرشدات فكيف تجمع المرأة ما بين القرآن الكريم وعملها ما بين القرآن الكريم فهي تقف عند حدوده وهي توجه وهي ترشد الناس إلى طريق الصواب ففضل الله سبحانه وتعالى عميق وفضل جمعية النور المحافظة على القرآن الكريم على المرأة كذلك فهي تغيرت عبر السنين ممكن ندخل بفكر ونخرج بفكر آخر ممكن ندخل بأخلاق ونخرج بأخلاق أخرى ودائما نحاول دائما أننا نكون أخلاقا تمشي بين الناس بالقرآن الكريم نسعد وبالقرآن الكريم نغير الكثير من المفاهيم فكان لنا أباء فعلا أستاذ الكريم أستاذ أهل اقتصر دور جمعية النور على تحفيظ القرآن الكريم فقط أنها درست ما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم أخرى خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى كتفسير آي الكتاب العزيز ومثلا تدريس ما تحتاجه المرأة المسلمة من فقه وما إلى ذلك أستاذ الكريم منذ سنوات طويلة وجمعية النور المحافظة على القرآن الكريم لا تقتصر على القرآن فقط بل هناك عشر أساتذة للتعليم القرآني وأربع أساتذة للفقه والمواد الشرعية وجلهن من تخرج من جامعة الأمير عبدالقادر فنحن نجمع بفضل الله سبحانه وتعالى ما بين القرآن الكريم وتفسيره والفقه فتكون كل متخرج عبر الدفعات مليمة بأمور الشرعي وانتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى نعم حقا وصدقا القرآن الكريم له أثر عظيم جدا في الارتقاء برسالة المرأة المسلمة في الحياة كأنه إلى حد بعيد إخراج لها من دائرة العدم إلى دائرة الوجود وبعث لها من دائرة الوجود إلى دائرة الحضور لتصبح حاضرا لأنه كين هناك الموجود ولكنه ليس حاضرا غير مشاركا للمجتمع في أدائه من تجارب التي تفخر بها أيضا مدينة قسنطينة بل تفخر بها الجزائر كلها مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات بجامع الأمير عبد القادر لبيق سنطينة والتي عنيت بالمرأة المسلمة تربية وتأديبا وتقويما وتهذيبا تحفيظا لحروف القرآن وتدليلا على أحكام القرآن وإرشادا إلى أخلاق القرآن سأل الله عز وجل أن يشد على سواعد القائمين عليها بدءا من شيخنا وأستاذنا دكتور محمد بركاب أطل الله عز وجل عمره وبارك الله عز وجل سعيه وبارك الله عز وجل في أنفاسه وجميع الأساتذة نسعد بمتابعة هذا الروبرتاج الذي يبرز عناية هذه المدرسة بالمرأة المسلمة وشدها وربطها إلى العروة الوثقاء وهي كتاب الله سبحانه وتعالى مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات بقسنطينا تجمع في منهج تدريسها بين حسن الآداء لتلاوة كتاب الله وفهم معانيه وتمر الدراسة فيها بمراحل مختلفة مرحلة عرض القرآن الكريم بالسند المتصل إلى الحضرة النبوية الأفصحية من فاتحة الكتاب إلى صيرة الناس حفظا وآداء مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات رحمه الله فهي مدرسة تأسست بجامع الأمير في شهر محرم المبارك سنة 1425 وهذه المدرسة التي سميناها باسم هذا العلامة ورائد النهضة الجزائرية الإمام بن باديس رحمه الله فتهدف إلى عدة أمور أهم الأمور التي تهدف إليها وهو تصحيح التلاوة لهذه الأجيال ليصبح المسلم والجزائري والمرأة الجزائرية يقرؤون القرآن الكريم قراءة صحيحة مرتلة كما أراد الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلة وتهدف أيضا إلى إعطاء الإجازات بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وهذا شرف عظيم ما بعده شرف لأن هذا السند يوصلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجبريل وبرب العزة سبحانه وتعالى وبمدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات هناك فرع مخصص سمي بفرع ناشئة هذا الفرع الذي يتلمذ عليه مختلف الأطفال من الأطوار التعليمية بداية من السنة الأولى متوسط عنا ولله مننا تسع أفواج للناشئة مرحلة ناشئة واحد بالنسبة للإناث عنا أستاذات يحاولوا أننا نقدم ما استطعنا بالنسبة لهم لجمع هذه الطالبات والإحتوائهم في المدرسة عنا بالنسبة للناشئة مقسمة لتلت سنوات ناشئة واحد واثنين وثلاثة عنا مرحلة أولى ندرس فيها مجموعة من الدروس التي تكون بسيطة ليفهمها طالب الناشئة واحد لتبدأ أعمالهم من سنة أولى متوسط وطلع ومن بعد مرحلة الثانية يزيدوا يقرأوا فيها مجموعة من الدروس مع مقدار معين من الحفظ وأحاديث من الأربعين النووية ثم انتقلوا قسم ناشئة ثلاثة ليكون هو المرحلة الأخيرة قبل الإجازة والتي يدرسون فيها بقية الدروس التي تبقى مقررة عنهم ثم ينتقلون لمرحلة الإجازة يقرأوا على الشيخة من سورة البقرة إلى سورة الناس هذه المدرسة لا تهتم فقط بجانب تحفيظ القرآن لجانب الحفظ الأجوف بمعنى التكرار فقط وإنما تعتني بتعليم حسن الآداء مع حسن الخلقي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأحجرنا فيها من العيون أنا تلميذة هنا طالبة مرحلة ثانية كان لي عظيم شرف الانتماء لهذه المدرسة مفرنا جميع الظروف الملائمة للدراسة يعني مسألة وقت ولا مسألة الحمد لله رب العالمين ولا إتقان ولا أساتداء في القمة ربي يحفظهم إن شاء الله هي شاملة لكل شرائح المجتمع انطلاقا من حتى ربات البيوت التي أهلهن حفظ القرآن الكريم فمن كانت تحفظ القرآن الكريم ولها شهادة في الحفظ وأكرم بها من شهادة فإن حفظ القرآن يؤهلها للدخول إلى هذه المدرسة وفي الجانب الآخر بالنسبة للمتعلمات والمثقفات المستوى ثانوي فما فوق وحتى أن الجانب طالبات الجامعيات لهن حصة الأسد إِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ نُقْفَهِ نَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا القرآن هو غذاء الروح نجد هنا هذا النوع من الرقي في كل شيء يعني التعامل وحتى في طريقة التدريس أنا أرى أن هذا المدرسة ليست على مستوى المحلي فقط أي تنافس كبار المدارس القرآنية على مستوى العالم العربي والإسلامي في جودة التدريس ونوعيته في اختيار الكوادر المؤهلة لذلك فليس فقط تهتم بحفظ القرآن بل تهتم بعلومه وتهتم بتجويد القرآن والأداء وحسن الأداء وأنت تستمع الآن لمثل هذا ما شاء الله التلاوة العطرة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظة وتتطلع المدرسة إلى الشروع في بناء مدرسة كبيرة في ساحة جامع الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية تتسع لثلاثة آلاف طالب وطالبة عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى حقاً وصدقاً هو العطاء القرآن الكريم هي فيوضات إيمانية هي تنزلات روحانية تتنزل على القائمين على هذه المدرسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عامرة بالخير والعطاء والفضل والنور إنه ولي ذلك والقادر عليه أستاذ دكتورة مريم لعور كيف توظف حافظة القرآن الكريم أحكام القرآن الكريم وقيم القرآن الكريم وأخلاق القرآن الكريم في واقعها كيف توظف القرآن في معالجة الاختلالات السلوكية والفكرية الموجودة في المجتمع في الأسرة في السوق في المدرسة في أماكن كثيرة كيف تكون المرأة المنتسبة لمدرسة الشيخ عبد الحميد بن بديس مصدر إشعاع ونورا في كل فضاء تحل به المرأة المتعلمة والمرأة المنتسبة لحلقات تحفيظ القرآن لا بد أن يرسخ في ذهنها لا بد أن يرسخ في ذهنها أن القرآن ليس عبارة عن كلمات تتلى في حسب لأن كما ذكرتم سابقا في الرابورتاج بالنسبة للمدرسة الشيخ عبد الحميد بن بديس أنها تعتمد على الجانب الجانب الآداء الترتيل الجانب النظري وبعد ذلك إذا أتقنت هذا الجانب تطبقه على الجانب على القراءة الفعلية فنصل إلى معادلة التي مفادها أن الترتيل النظري الأحكام النظرية لا تعتبر أنها متقنة إلا إذا تجسدت في الترتيل العملي وهذا الترتيل العملي الذي يتجسد في الآداء لا يعتبر ولا يلتفت إليه إذا لم يكن فيه تفاعل وتعايش في الواقع العملي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فقط بترتيل القرآن نعم قال سبحانه وتعالى وارتل القرآن ترتيل ولكن هذا من الناحية العملية أما من الناحية المقصدية فالله سبحانه وتعالى قال وهذا كتاب ننزلناه وهذا كتاب ننزلناه مبارك ليتدبر آياته المقصود هو النتيجة والمقصد الأخير الذي هو التدبر فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أو وصلت القارئة إلى هذه المرحلة فإنه ولا بد التدبر ما معناها؟ التدبر أن تفهم وتعي معنى الآيات التي تتلوها فتتعايش بها وتكون كما وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآن يمشي على الأرض وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها بمعنى أن العمل هو نتيجة ذلك الحفظ أما الحفظ هكذا فقط لا معنى له وكذلك أنه دائما يتنبه الإنسان هذا بالنسبة للإنسان يخاطب نفسه وغيره بالنسبة لمسألة التدبر أن النساء المنتسبات للمدرسة نجد منهم الطبيبات والمهندسات في أماكن ربما لا علاقة لها بالجانب الشرعي ولكن لا بد أن تنقل هذا التفاعل والتعايش الذي لمس شغاف قلبها في الواقع العملي أستاذ مريم مما لا شك فيه أن حامل القرآن الكريم يعتبر مصدرا دفاقا ومنبعا فياضا يشع نورا وخيرا وفضلا وحسن السلوك في كل مكان يحل به أو يحل فيه الأستاذة نزيه هذه لي عن جمعية النور من حيث النشاطات التي تقيمها وكرسالة تُعنى بالمرأة وكرسالة توجهينها في الختام إلى المرأة المسلمة نعم أستاذي الكريم جمعية النور للمحافظة على القرآن الكريم بمكتبها دائمة العمل دعوبة في عملها مشتهدة أن تكون المرأة المسلمة في أحسن حال فقد دفعتها إلى الأمام دائما مثلا كان لدينا دراسة مع الهلال الأحمر الجزائري فيما يخص الإسعافات الأولية كيف تكون المرأة مسعيفة في أي مكان كانت لدينا ندوات أخرى مع ما شايخ نستضيفهم داخل الجمعية لدينا مسابقات الترتيل والحديث النبوي حفظا كذلك وترتيلا لدينا امتحان التخرج كالعادة ليكون في 15 جوة ثم يكون الحفل النهائي في 2 جولية فهذا كله يدفع المرأة إلى أن تكون ملمة بأشياء كثيرة رسالة أستاذ نازي هذه لي للمرأة المسلمة لجمعية النور للمنتسبين المرأة المسلمة نعم أستاذي الكريم نعم أستاذي في هذا اليوم المباركة طيب أقول لها أختي الكريمة كيف أهديك حدائق المعروف وأنت من زراعها أقول لها في صدرك كتاب لا يغسله الماء فهلم دائما إلى مائدة القرآن الكريم وأقبل عليه وستجدين الخير بحول الله سبحانه وتعالى وألف تحية لأخ الرجل ولمشيخي بجمعية النور محافظة على القرآن الكريم شكرا جزيلا أستاذ مريم كرسالة توجهها الأستاذ مريم العور مدرسة بمدرسة شيخ عبد الحميد بن باليس للمرأة المسلمة نعم رسالتي في هذا اليوم العالمي ولا نقول أنه وطني أو محلي اليوم العالمي والمرأة المسلمة إن شاء الله تكون هي قائدة وهي حاملة لواء الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية جمعاء أن تستشعر آيات الله سبحانه وتعالى وأن تطبقها في حياتها اليومية وخاصة بالنسبة للفتيات وخاصة أنه في مدرستنا الطيبة فرع الناشئة الطالبات في المرحلة المتوسط وفي هذه المرحلة كما هو معروف أنه يقال أنه سلم وراهق وكذا يعني لا بد للفتاة الرسالة موجهة للفتاة لأنه كما يقال إذا صحت البداية صحت كانت النهاية مشرقة إن شاء الله أستاذ شكر الله عز وجل لك وبارك الله عز وجل لك كذلك أستاذ ناسير آن زيهاد هيلي شكر الله عز وجل لكما هذا الحضور وهذه المساهمة في إثراء برنامج رحى القناة على أمل اللقاء بكما إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق أنتم مشاهدين الكرام نترككم مع صورة من صور إبداع المرأة المسلمة وتميز المرأة الجزائرية وسعيها في صناعة المجد والرقي بنفسها وبمجتمعها مع هذا الربرتاج لزميلنا للأخت ليندا في تأسيسها لمعهد اللغات بقسنطينا فمتابعة طيبة نرجوها للجميع استطاعت سيدة مونة أن تفتح أول معهد لتعليم اللغات الأجنبية بولاية قسنطينا وهي في عمر الظهور أين استفادت من دعم الدولة لتحقيق حلمها طلبت معنا طلبت un prêt bancaire من الدولة وحليت أول إنستيطة دولة في الشرق في سنة 2000 جنتي جنة عندما أخلصت دراستي كانت دوراً لأني ولكن الحمد لله لقد كنت لك أنني لدينا مجموعة نقول المرأة التي تكون عندها في المرأة وعندها منزل وعندها لأنها أصرت على النجاح في هذا المجال ها هي اليوم تكمل مسيرتها بانتهاج جودة في المناهج العلمية ليصبح معهدها يلقن ثماني لغات عالمية لفائدة فئات عمرية مختلفة أول محلية المعهد كان الإقبال سيخطو على اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كانوا سيخطو لزيطة جانلي روحوا للخارج يقرأوا هذي هذو الإقبال الأول بصح العوام هادو عادو بساف الناس يطلبو يتعلموا اللغة كلغة بسك شافو باللي مستقبل دورك لازم اللغة ترسل ريسالة السلام يقولك من تعلم اللغة تقومي أمينا شرام تعلم اللغة تقومي أمينا شرام تقومي أمينا شرام ويبدأ من المنساء اللي قادرين في الديار عادو جيب أولادهم يقررهم لذلك الوعي يتبدل يقولك نقرره جناج ومم هي يقولك نتنين تقومي نتعلم معه يمكنك تقومي يونا يومي يومي التقومي يومي 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 سلاحة يكون عنده سيعة كبيرة بزاف وهاكي تعرفي صديغ هادو سادو موضع انا سبال البلاد هو البرمية اوبستاكل اللي احنا نحارب على جالتو ثاني حاجاوي انا درك الوبجكتف تاعي درك غلوبال سك يكون هناك تبادل ثقافي احنا في الجزائر بعضان تبادل الثقافي مع السود في الصحراء في الاست في الوست ما بين الولايات ومنون ان لا نذهب للالجيري ان شاء الله جنكوراج لتلكم لتعرفي ان شاء الله هم تاني لغوبي ونعاونوا بعدنا بش نوعي بسك احنا اني رسفنساب اني رسفنساب على ولادنا كي تعود المرأة واعية وقارية وفاهمة ولادها هن يكونوا قارين واعيين وفاهمين بوركي ان شاء الله يوسوسيتين نوفال ان شاء الله مجتمع واعي ان شاء الله كنتي مجتمع 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 ككل امرأة مثقفة تطمح للنجاح دائما حقا وصدقا المرأة الجزائرية ذات لمسة خاصة في كل ميدان تضع يدها فيه تبدع وتتميز وتنشر الخير والفضل ولا أظن ذلك إلا انطلاقا من وعيها برسالتها الحضارية أو بدورها الرسالي فهي قد علمت أنها في دينها جوهرة مصونة وذرة مكنونة ومكلفة بمشاركة الرجل في جميع الأفعال الإنمائية في المجتمع بما في ذلك الإنماء العقلي والمعرفي والأدبي والتربوي في هذا السياق نتشرف باستضافة الدكتورة نصيرة خامر بصيفتها أخصائية الأمراض العقلية والنفسية لدى الأطفال والمراهقين وللحديث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بما يتناسب ويتوأم ويتلأم مع هذه المناسبة نتحدث عن المرأة أستاذة نصيرة أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا والعالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة أو عيد المرأة المرأة المسلمة تواجهها تحديات وتعيش واقعا غير الواقع القديم فكمقدمة لرسالة المرأة ولدورها وما إلى ذلك ماذا عسك قائلة طيب لعل العديد من الناس عندما يتحدثون عن المرأة يأتي العبارة الشهيرة المرأة نصف المجتمع وهي تعد أو تصنع الجزء الآخر لكن في حاليا أو نظريات أو التوجه الفكري المعاصر يقول أكثر من ذلك يقول أن المرأة هي المسؤولة رقم واحد على ما يسمى بالتنمية المستدامة أو التنمية الشاملة وبالتالي إذا قلنا تنمية شاملة أو تنمية مستدامة فنتحدث على ثلاث محاور أساسية المحور الأول أن المرأة تستطيع أن تكون سافيرة العلاقات الاجتماعية ومؤسسة للعلاقات الاجتماعية من حيث أنها تتحكم في علاقات أسرتها الصغيرة وبالتالي إذا ننظمت العلاقات على المستوى الضيق ستتنظم المجتمع على المستوى الواسع في المرحلة الثانية نتكلم عن أن المرأة مسؤولة عن تطور الاقتصاد بما يتماشى مع متطلبات العصر ونحن في مرحلة وأن يوجد ما يسمى بترشيد الاستهلاك التحدي للأزمات الاقتصادية وما غيرها إذا إذا أعطينا مثال أن المرأة إذا كانت لديها الحنكة ولديها شطارة كما نقول بالعامية لتسيير ميزانية الأسرة والتصرف في مداخلها ومخارجها تستطيع أن تسير اقتصاد أسرتها وبالتالي نحن نحسن من اقتصاد الوطن ككل وأهم لعل أهم أدوار المرأة التي نتحدث عليها هي التنمية البشرية من قال تنمية بشرية قال إعداد أشخاص وأفراد اللي هم الأطفال والمستقبل إن شاء الله يكونوا حاملين لواء الوطن هذه الأطفال تنميتهم تزويدهم بالكفاءات بالمهارات بما يحتاجونه للسير الحسن في الحياة والتحدي والتحدي لهذه الحياة وصعوباتها هذه لعلها من أسمى أدوار المرأة في المجتمع أستاذ دكتورة نصيرة خامر هذا عن أدوار المرأة في المجتمع عن هذا المجتمع المعاصر وما يلقي بظلاله أو بكلاله على المرأة فما هي أهم التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجتمع المعاصر بما يتميز به المرأة حاليا الصعوبة أو التحدي الكبير هو صعوبة وتحدي الذهنيات الذهنيات في هذا العصر هي نوعين إما ذهنيات تقليدية بحيث نحن في زمان مزالت المرأة ينظر إليها على أنها شخص ليس له قيمة ليس لها الحق في أن تملك ليس لها الحق في التصرف ليس لها الحق في المشاركة في القرار بالرغم أن الإسلام جاء ليمحو كل هذه النظرة التقليدية للمرأة لكن ما زلنا نراها في المجتمع الذهنية الثانية هي الذهنية المعاصرة بحيث أنه لا بد من إرساء المساواة بين الرجل والمرأة ولا بد أن المرأة تدخل في كل المجالات حتى بما لا يتماشى مع بنيتها الجسدية وقدراتها العقلية والنفسية وهنا وجدت المرأة نفسها في صراع أنه هل تكون في هذه الصورة أو في تلك وكيف تتصدى خاصة في حالة المعاصرة وإن خرجت للعمل وتجد الرجل خاصة الرجل الجزائري ما زال بالعقلية التقليدية يعني أعمل ما تشاءين خارج المنزل لكن في المنزل كل الأدوار تؤدينها ولكي العتاب إن قصرتي هذه بعض تحديات تحدي آخر أن المرأة حتى تقوم بأدوارها يكون عندها رصيد معرفي رصيد تجريبي المرأة في هذه الزمان منذ سنوات يعني تقريبا 40 أو 50 سنة أصبحت مجرد من التجارب الحقيقية وإن المرأة لا تقول لها رصيد لا تقعد في المجتمع لا تقعد في التجمعات لا تعرف الحكايات لا تعرف كيفية الناس تدير ذات الفعل في الأزمات في المصائب لا تعرف كيفية نسيرو كيفية نربيو وكيفية نديرو وحاليا الآن كمن ذلك أن نجد فتيات 17-18 سنة تلقى تمضي ساعات طويلة في العالم الإفتراضي ليس لتعلم الخبرات أو القصص أو التجارب وإنما لمتابعة بكل ما هو نحضي كالموضة أو حياة المشاهير أو ما غيرها بما لا يفيدها لأداء أدوارها أستاذة هل تحتاج المرأة المسلمة تحديدا في هذا العصر إلى أن تتأهل لتؤدي هذا الدور الرسالي أو هذه الرسالة الحضارية وإذا كان الجواب بنعم فكيف تتأهل المرأة من يؤهلها متى وكيف ما إلى ذلك طيب مسألة التأهيل لعل الناس تقول أنه أي مرأة من تستطيع في ترين أنها تكون أسرة وتنجب أولاد وتربيهم هذه نظرية خاطئة كل ما له علاقة بالتأسيس يحتاج إلى تأهيل هي مؤسسة ولماذا المرأة بالضبط؟ لأن أولا هي سيتم نقلها من عضو في المجتمع عضو في الأسرة عضو إن أدى واجبات أو لم يؤديها النظام سيسير وستنتقل إلى إدارة المؤسسة وأن تكون هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات وأن تكون هي مسؤولة عن تحديد الاتجاهات خاصة فيما يخص الميزانية وفيما يخص العلاقة الاجتماعية وكل ما يخص التربية إذن هذا النقلة من أنها تكون في ستاتشو إنسان عادي في أسرة إلى أن هي مسؤولة الأسرة يحتاج إلى تكوين وتأهيل الأمر الثاني أن المرأة بحكم طبيعة الزواج ستنتقل من نظام إلى نظام كانت مع والديها كانت القوانين واضحة ستنتقل إلى أسرة أخرى خاصة إذا غيرت المنطقة إلى عدد جديدة إذا تقاليد جديدة إذا أمور لا تفهمها إذا تحديات ستوضع تحت اختبارات تحت المجهر سيكون ممكن أن الزوج سيعينها في هذا الأمر لكن في أغلب الأحيان ستجدوا نفسها وحدها يعني إذا كانت مؤهلة ستستطيع أن تتأقلم إلا أن تكون مؤهلة سيكون من الصعب عليها هذا الأمر الأمر الثالث أنه نحن في زمان وأن يكون كين تحديات كبيرة مثل الأمراض أنه هذه المرأة مثلا ممكن تصابها بمرض ممكن يصاب أبنائها بمرض يعني هناك لا تكون عندها الرصيد الكافي لمواجهة الصعب لن تستطيع أن تتأقلم لن تستطيع أن تكون منتجة إذا هذه كلها تستدعي منه أن المرأة لابد من تأهيلها طيب من يؤهلها هنا لدينا شقين حتى سن الزواج مسألة التأهيل هي واجب أو هو وظيفة الوالدين بعد الزواج تنتقل الوظيفة إليها هي ليس إلى زوجها يعني هي من ستتحمل مسألة التكوين والتأهيل قبل الزواج التأهيل ما هو هو سنعطيها مجموعة من المهارات مجموعة من الكفاءات والقدرات لتخليها تعرف كيف تنجز مهامها على أكمل وجه هذه المهارات أول شيء نحن نعطيها الإشباع العاطفي الكافي نعطيها المبادئ نغرس فيها الهوية الإسلامية بما أننا مسلمين يعني نغرس فيها مبادئ الهوية لتكون عندها المرجعية الدينية في حل المشاكل ننزرع فيها الوازع الديني لخليها في لحظة التحدي ترجع للوازع الديني أنه ما تخير حاجة خطأ لتنصر نفسها وإنما تنظر لصالح العام هذا التدخل هذا هو التأهيل من يقوم به ومتى لعلى السؤال يطرح للبيل أنه من وقتين نبدأ نأهل المرأة لتتحمل مسؤولية أسرة قبل سن العامين لعله شيء غريب لكن قبل سن العامين الفتاة مثل الفتاة بالطبع هو هنا هي هنا تلاحظ تسجل تنظر كيف والدها يتعاملين مع بعضهما يعني هذا المودال الأول المصغر المجتمع سيكون البنية الأساسية كيف ستتعامل بالقدوة بالقدوة وبالنموذج هذا سيكون الأساس ما بعدها ستبني عليه من سن السنتين إلى غاية سن العشر سنوات هنا هي مدة الاستثمار التام للوالدين هنا نغرس كل ما نريد أن نغرسه أهم شيء نغرسه لنؤهلها لهذه الفتاة الحدود الحدود لابد من التأطير لابد من برنامج ما هو المسموح ما هو المرفوض هنا الفتاة ستتربع لأنه لديها حرية لكن ليست حرية مطلقة هناك قيود هناك حدود لنجب أن تتجاوزها أمر آخر نؤهلها في هذه المرحلة أنه لابد أن نجمع بين الدراسة خاصة في مرحلة الدراسة وبين نشاطات مكملة يعني مثل نشاطات طرفيهية مثل القرآن مثل الرياضة هذه الأمور ستهيئ المرأة كما تكون في أسرتها مستقبلا أنه تتعلم تجمع بين واجبها مثلا داخل المنزل وواجبها في العمل أمر آخر أنه لابد أن نخلق في هذه المرحلة حياة اجتماعية للفتاة لازم تكون عندها رفيقات أنا أتحكم في رفيقتها في هذه المرحلة لأنه أنا مقبلين على المراهقة وين ما عنديش عليها سيطرة بتاتا إذن أؤهلها منذ الآن طيب لحقنا سن المراهقة هنا انتهى وقت الوعظ والإرشاد هنا أنا أتنحى جانبا وأنتظر هذه الفتاة أنتظر الاستشارة إذا استشارتني أجيبها أوجيها من بعيد لكن لا أتدخل في قراراتها إلا إذا كان هناك خطر عليها في هذه المرحلة لابد أني أنا كأم وكأب أن نفرولها جوه من التحديات مثلا أنا ربطت مع صديقاتها ربطت مع أوليائهم في سن المراهقة نولي ونزرعهم تحديات على المستوى الأسري مثلا تحديات في الطبخ تحديات في الديكور تحديات مع كل ما يتماشى مع طبيعة الأنت كما نقول هذه التحديات سترفع من قدراتها هي النفسية ومن ثقتها في نفسها وبالتالي تكون هذا الروح تنفسية وتبحث عنه الأحسن انتهت فترة المراهقة حقنا لسن 17 سنة 18 سنة تقريبا هنا أعود إلى الفتاة نعود نرجعها لها وندخل إلى مرحلة النقاش والتأهيل للحياة الزوجية والحياة العملية لأنه بقوسين مشكل الفتاة ستتزوجني يعني كين الفتاة اللي رح تكمل حياتها دون زواج نأهلها للزواج و للعمل من حيث العلاقة الاجتماعية ندخلها معايا نروح للمناسبات للتجمعات نخليها تشوف النماذج الحية أمامها ونفتح معها أبواب الحوار حتى تتعلم لحقنا للزواج جاء وقت الاختيار تعالي الشريك لا أتدخل في القرارات أنا أوجه أنا كأم أو كأب أوجه لا أكثر القرار هي من تتحمله لأنه طبيعة النفس البشرية أنه عندما هو يتحمل القرار مهما جاءت المشاكل سيسعى للتأقلم لكن إذا فرضنا عليه اختيار سيسعى إلى رمي الحمل على الناس ونحن سيساهم في حل المشكلة طيب بعد الزواج دوري كأب أو كأم ماذا أفعل أنا أصحح الأخطاء ووجه الفتاة يعني إذا غلطت في هذه وهذه لكن مسؤولية القرارات في حياتها الشخصية أتركها لها ولزوجها وهنا أفتح قوس الصغير من الخطأ أن أعود الفتاة أنها تعتمد عليها بشكل مطلق يعني الأم اللي بنتها ما تعرفش طيب وهي يوميا تبعت لها هذه الأطباق ولا الطفلة اللي لا تعرفش عندها تحضر لمأدوبة وتجيب الأم تحضرها لها هذا أمر خاطئ كأنه إنسان يتعلم السياقة ودايما معاه شخص هذا المونيتور يعلم له الطريق اليوم اللي يبقى فيه وحده وما معاش المونيتور أكيد رح يخطأ وقد يتعرض لحادث مميت طيب بعد الزواج خلاص هذه الفتاة لها هي أنها تتكتاش في نقاط القوة والضعف ممتاحة ما بقاش الاعتماد على الوالدين هنا على حسب مختضيات المرحلة عندي أبناء ما نعرفش ما خصهم هذه الأبناء ونروح نكون ونروحي في تربية الأبناء ما نعرفش كيف ما ندير الأسواة ما نعرفش كيف ننظم ما نعرفش نعتمد على نفسي أنا في التأهيل أستاذة نصير الخامر مع كل ما تفضلت به قد تجد المرأة نفسها أمام أزمات نفسية فكيف تتأقلم مع هذه الأزمات النفسية التي تواجهها مع كل هذا الإعداد قد تجد نفسها تواجه مثل هذا الأمر ورسالة توجهينها للمرأة المسلمة في يومها العالم المشاكل النفسية هي المرأة بطبيعتها قبيلية لتكون عندها مشاكل نفسية لأنها كائن هرموني تغيرات الهرمونية تجعلها عرضة للقلق وعرضة للاكتئاب عرضة إذن لنطلب أنه لابد من مرافقة المرأة نحترمها في بيئتها طيلة أيام السنة ونقف إلى جانبها لنطلب منها المثالية التامة نعم أستاذ الدكتورة نصيرة خامر شكر الله عز وجل لك مشاركتك معنا في هذه الحصة واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تفضلت به في ميزان حسناتك وأن يرفع به درجاتك وأن ينفع به مستمعين الكرام وأنتم مشاهدين الكرام الأفاضل أنسنا معكم وصحبناكم في خلال هذا المباشر من قسنطينا آملين إن شاء الله سبحانه وتعالى أنكم قد استفدتم من خلال هذا النقل المباشر وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلألأت الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النابات على ضوئها وينعم بالدفئ كل الورى فمن ذاب راها وأعلى سماها وبث ضع